تعلمتم في الدرس السابق طريقة تمثيل الحركة الاهتزازية التوافقية البسيطة بيانياً بهذا الشكل كما عرفتم أن السعة هي الإزاحة القصوى عن موضع الاتزان ويرمز لها بالحرف A وهذه هي المسافة بين نقطة الاتزان والقمة أما الفترة الزمنية التي تستغرقها الكتلة لتعود إلى نقطة البداية فيرمز لها بحرف T كبير وتسمى الزمن الدوري وهي هنا المسافة بين قمة موجة وقمة الموجة التالية أو بين القاع والقاع أو بين ثلاث نقاط اتزان متتالية ويمكن تمثيل الحركة التوافقية لأي جسم مهتز باستخدام المنحن البياني لدالة الجيب ساين أو جيب التمام كوساين فلو كان لديكم جسم مهتز سعته كبيرة يصبح الشكل هكذا لحظوا أن الزمن الدوري ثابت لكن السعة أكبر لو كان الزمن الدوري أكبر يصبح الشكل هكذا وتبقى السعة ثابتة ولكن عندما يزداد الزمن الدوري والسعة يصبح لديكم هذا الشكل ماذا عن المعادلة التي تصف هذه الحركة الموجية؟ ما المعادلة التي تمثل هذا المنحن الجيبي؟ عند النظر إلى هذا التمثيل البياني تجدون هنا الإزاحة الأفقية X ويمثل إزاحة الكتلة عن موضع الاتزان كدالة للزمن لذا فالمعادلة يجب أن تعبر عن مقدار إزاحة الكتلة X كدالة للزمن T بمعنى آخر بناء على قيمة المتغير T التي تضعونها تتغير قيمة X وهذه القيمة يجب أن تتوافق مع موقع الكتلة على المنحنة إذن يمكن استخدام هذه الدالة لتحديد موضع الكتلة في أي لحظة زمنية فما هي هذه الدالة؟ بما أن هذا المنحن جيبي الشكل فالدالة هي دالة الجيب ساين أو جيب التمام كوساين لمعرفة أي جيب يجب أن تختاروا انظروا إلى بداية المنحنة عند T يساوي صفر لاحظوا أن المنحنة يبدأ من القيمة العظمى مثل دالة جيب تمام وطبقا لعلم حساب المثلثات كوساين الصفر يساوي واحد وهو أكبر قيمة ممكنة لدالة جيب التمام إذن دالة جيب التمام تبدأ بأكبر قيمة عند T يساوي صفر وهذا المنحنة بدأ بأكبر قيمة عند T يساوي صفر وبالتالي فإن الدالة X لT تساوي كوساين ولكن ليس لوحده فأكبر قيمة لكوساين هي واحد بينما أكبر قيمة للدالة هي السعة A ومهما بلغت قيمة A يجب أن تعبر الدالة عنها فسعة الجسم المهتز بحركة توافقية بسيطة لن تساوي واحد دائما لذلك يجب وضع متغير هنا يمثل قيمة سعة الجسم المهتز فإذا سحبت الكتلة عشرين سنتيمتر إلى اليمين أي صفر فاصل اثنان متر وهي سعة الجسم المهتز هنا أي أن هذه النقطة هنا تساوي صفر فاصل اثنان متر لاحظوا أنها أقل من واحد لو كانت الدالة تساوي كوساين فقط فإن أكبر قيمة للسعة في لحظة زمنية ما يجب أن تساوي واحد وهذا غير ممكن لأن أكبر قيمة للسعة هنا صفر فاصل اثنان وبالتالي يجب ضرب كوساين بالسعة بغض النظر عن قيمتها لماذا؟ بما أن أكبر قيمة لكوساين هي واحد فإكس لتي ستساوي واحد ضرب السعة A وتساوي السعة وبهذا فإن القيمة العظمى للدالة تساوي قيمة السعة يمكن حساب كوساين لتي لأن هذه الدالة للتعبير عن علاقة الإزاحة إكس بالزمن تي وعند تعويض قيمة تي تكون الإجابة هي مكان إكس على المنحنة أي بمقدار إزاحة الكتلة هل الكتلة عند صفر فاصل اثنان أو صفر فاصل واحد أو أي رقم آخر؟ لكن وضع تي هنا لا يكفي لماذا؟ كما تعلمون كوساين الصفر يساوي واحد وكوساين اثنان باي أي الزاوية مئة وثمانون درجة يساوي واحد أيضا فإذا رسمتم دائرة الوحدة لدالة كوساين عندما تكمل زمن دورة واحدة عائدة إلى نقطة البداية تجدون أنها تحركت بزاوية قدرها اثنان باي وهذا يعني أن هذه الدالة تعود إلى نقطة البداية كل اثنان باي ثانية فعند تي يساوي صفر دالة كوساين تساوي واحد وعند تي يساوي اثنان باي دالة كوساين تساوي واحد أيضا أي أن الزمن الدوري لدالة كوساين يساوي اثنان باي لكن في الحركة التوافقية ليس من الضروري أن يكون الزمن الدوري يساوي واحد إلا في حالة خاصة ولا تنسوا أن الزمن الدوري يختلف من جسم مهتز لآخر فمثلا إذا كان الزمن الدوري هنا ست ثوان في هذه الحالة لا تعود الدالة إلى نقطة البداية بعد اثنان باي ثانية بل بعد ست ثوان لذا لا يمكن وضع تي هنا كي لا تكون الدورة تساوي اثنان باي دائما فما العمل؟ يمكن استخدام المتغير أوميجا وضربه بمتغير الزمن تي وبتغير قيمة أوميجا مع الزمن يمكن للدالة التعبير عن الزمن الدوري لأي جسم مهتز ما هي أوميجا؟ إنها السرعة الزاوية تذكروا أن السرعة الزاوية تساوي الإزاحة الزاوية دلتا ثيتا على التغير في الزمن دلتا تي ويمكن استخدام السرعة الزاوية للأجسام المهتزة لأن الكتلة تتحرك أفقيا إلى الأمام والخلف مرارا وتكرارا الكتلة لا تدور ولكن حركتها دورية كما يمكن تمثيل الحركة الدورية على دائرة الوحدة انظروا بدأت الكتلة الحركة هنا في اللحظة تي يساوي صفر وعند سحب الكتلة إلى اليمين ثم إفلاتها تبدأ حركتها من هنا أي هنا على دائرة الوحدة ثم مرت بموضع الاتزان بعد أن تحركت بمقدار ربع دورة فوصلت هنا على دائرة الوحدة ثم تابعت الحركة إلى هذه النقطة وضغطت النابض فوصلت إلى هذه النقطة على دائرة الوحدة وتحركت بمقدار نصف دورة ثم تعود وتمر بهذه النقطة مجددا موضع الاتزان وهو هنا على دائرة الوحدة ثم تعود إلى نقطة البداية وتكمل دورة كاملة هذا تمثيل الحركة الدورية على دائرة الوحدة فكيف يمكن تعريف السرعة الزاوية لمثل هذه الحركة الدورية؟ إذا علمتم أن دورة كاملة على دائرة الوحدة تعادل اثنان باي ريديان فما الزمن الذي تستغرقه الدورة الواحدة؟ عند اهتزاز جسم بحركة توافقية بسيطة فإن الزمن الدوري هو زمن دورة كاملة لذا اقسموا اثنان باي على الزمن الدوري تي كبير يمكن تعويض هذا المقدار في هذه الدالة هنا انظروا هذه الدالة وبدلا من أوميجا أي السرعة الزاوية وتسمى أحيانا التردد الزاوي اكتب تعريفها اثنان باي على الزمن الدوري ثم اضربوها بتي صغير تي الصغير هو المتغير اثنان باي هي قيمة ثابتة والزمن الدوري حرف تي الكبير هذا هو أيضا ثابت لكنه يختلف من جسم مهتز إلى آخر هل تصف هذه المعادلة المنحنة؟ لاحظوا عند تي صغير تساوي صفر ما بين القوسين يساوي صفر وكوسين الصفر يساوي واحد وبعد اتمام الجسم المهتز دورة كاملة يكون الزمن تي الصغير يساوي الزمن الدوري لذا يمكن وضع حرف تي الكبير مكان متغير الزمن باختصار التي مع تي يبقى اثنان باي وكوسين اثنان باي يساوي واحد أي أن هذه الحركة تتكرر كل فترة زمنية تساوي تي كبير وهو المطلوب لذا يمكنكم التعويض في هذه الدالة لمعرفة إزاحة الكتلة في أي لحظة زمنية فعندما يكون زمن الحركة تي صغير يساوي الزمن الدوري تي كبير يكون ما بين القوسين يساوي اثنان باي وتعود دالة كوسين إلى نقطة البداية وبهذا فإن هذه الدالة تمثل هذا المنحنى الذي يعود إلى نقطة البداية كل زمن دوري واحد وهو المطلوب لتتضح الفكرة أكثر استخدموا هذه الدالة للتعبير عن الحركة التوافقية التي يمثلها هذا المنحنى السعة هنا تساوي صفر فاصل اثنان لذا هذه صفر فاصل اثنان متر هنا ضرب كوسين لأن المنحنى يبدأ من أعلى قيمة ممكنة لكن لو بدأ المنحنى من عند الصفر فتذكروا أن تستخدموا ساين بدلا من كوسين لأن منحنى دالة الجيب يبدأ من الصفر ولديكم هنا اثنان باي على الزمن الدوري تي كبير حسب المنحنى الزمن الدوري ست ثواني لكن ماذا عن حرف تي الصغير هذا؟ انتبهوا بما أن هذه دالة الإزاحة اكس للزمن تي فحرف تي الصغير هو المتغير في هذه الدالة فمثلا إذا أردتم معرفة مقدار إزاحة الكتلة بعد تسع ثوان عوضوا مكان تي صغير بتسع ثواني واحسبوا الناتج وإذا أردتم معرفة مقدار إزاحة الكتلة بعد 12.25 ثانية عوضوا مكان حرف تي الصغير بالزمن 12.25 واحسبوا الناتج بالآلة الحاسبة هذه فائدة الدالة التي تمثل الحركة التوافقية البسيطة لجسم مهتز هذا مثال آخر هذا المنحنى يمثل الحركة التوافقية البسيطة لجسم مهتز المطلوب كتابة الدالة التي تعبر عن منحنى الحركة التوافقية للجسم المهتز أولا اسألوا أنفسكم هل هذا يمثل دالة ساين أم كوساين لاحظوا أن المنحنى لم يبدأ من القيمة العظمى ولم يبدأ من الصفر بل بدأ من الأسفل هنا أي من قيمته الصغرى طالما أنه لم يبدأ من الصفر استخدموا كوساين هذه X كدالة للزمن تساوي السعة فما مقدار السعة؟ السعة هي أقصى إزاحة عن موضع الاتزان وتساوي هنا ثلاثة أمتار ضرب كوساين لأنها بدأت من أقصى قيمة بغض النظر إن كانت عظمى أو صغرى وبين القوسين اثنان باي على الزمن الدوري كم يساوي الزمن الدوري هنا؟ انظروا إلى المنحنى واسألوا أنفسكم ما الزمن الذي يستغرقه المنحنى ليعود إلى نقطة البداية؟ بدأت الكتلة من القيمة الصغرى للمنحنى هنا ثم عادت إلى نفس هذه القيمة الصغرى هنا في أربع ثواني إذن الزمن الدوري هنا أربع ثواني وأخيرا ضرب المتغير T الصغير هذه الدالة X للمتغير T الصغير لكن انتبهوا فهذه الدالة لمنحنى بياني يبدأ من الأعلى ثم يتجه إلى الأسفل أما هذا المنحنى فيبدأ من الأسفل فما العمل؟ ببساطة ضعوا إشارة سالبة هنا هذه الدالة cosin سالب ومنحنى cosin السالب يبدأ هنا لاحظوا أن الإشارة السالبة لم تؤثر على السعة فالسعة هي مقدار الإزاحة العظمى وتساوي موجب ثلاثة أمتار حتى لو بدأ المنحنى من الأسفل لذا إشارة السالب لتحويل موجب cosin إلى سالب cosin تذكروا دائما إذا بدأ المنحنى البياني من هنا يجب استخدام cosin إذا بدأ من هنا استخدموا سالب cosin ولكن إن بدأ من الصفر فلابد من استخدام sin فإذا كان يتجه نحو الأعلى موجب وإذا بدأ من هنا نحو الأسفل ضعوا إشارة سالب أعيدوا سريعا أهم النقاط يمكنكم استخدام هذه المعادلة لتمثيل الحركة التوافقية البسيطة لجسم مهتز إما بإشارة موجبة أو سالبة للسعة ضرب sin أو cosin لإثنان باي على الزمن الدوري ضرب الزمن وأن إثنان باي على تي كبير هي السرعة الزاوية واستخدموا موجب cosin إذا بدأت من القيمة العظمة وسالب cosin إذا بدأت من القيمة الصغرى وموجب sin إذا بدأت من الصفر متجهة نحو الأعلى وسالب sin إذا بدأت من الصفر متجهة نحو الأسفل ترجمة نانسي قنقر